في الحقيقة ما بيعديش يوم دلوقتي غير ما بيكون فيه جديد جديد في العالم كله ما فيش حد يعني خارج دائرة التأثير والتأثر تحديدا فيما يخص التضخم وارتفاع الأسعار لأن الأزمة دي اتنقلت من فكرة أن السلع أسعارها بقت غالية لفكرة أن السلع ما بقتش موجودة من الأساس في عدل كبير جدا من الدول الأوروبية يمكن بدأت في ألمانيا ثم بريطانيا والباقية تأتي ما فيش حد يعني كان ممكن يتخيل أن مثلا في ألمانيا مش هيكون مسموح لحد أنه هو يشتري أكتر من زجاجة زيت واحدة بريطانيا كمان دلوقتي بقى عندها نفس الفكرة دي وأخدت نفس القرارات ومنعت أي مواطن من أنه هو يحصل على أكثر من زجاجة زيت ويمكن السبب في ده زي ما قلنا التضخم والحرب الروسية الأوكرانية اللي بتعتمد بشكل كبير جدا أو بتصدر بشكل كبير جدا الزيت تحديدا من روسيا وبريطانيا بنسبة بتقدر بـ 80% في العالم كله يهدير